مرحبا أنا دكتور هلالة بغوش مستشار أمراض النسائية التوليد والعقم وأطفال الأنابيب اختصاص فرعي في مجال المساعدة على القصوبة والإنجاب اليوم حاب أحددكم عن أضرار اللولاب النحاسي اللولاب النحاسي هو من أهم طرق في برامج مساعدة على تنحية الحمل وعدم حصول الحمل طريقة عمل اللولاب النحاسي هي عمل اعتراضي أو فيزيائي وعمل كيماوي بحيث أنه بقل من حركة انتقال الحيوانات المنوية والتقاها مع البويضات في نصف الدورة الشهرية لمرأة والفعلية الثانية اللي هو كمادة كيموية موجودة داخل بطانة الرحم بتحدث التهابات هاي التهابات بتفرز مواد محددة بتقضي أو بتقتل الحيوان المنوي ما بتمنع وصوله إلى البويضة فيه إيجابية اللي هو أنه بدورة المرأة أو الإباضة لا تتوقف أثناء استخدام اللولاب النحاسي بخصوص موضوعنا هو أضرار اللولاب النحاسي اللولاب النحاسي بالأساس من عدهم أضراره أنه بعمل دورة غير منتظمة بعمل ممكن نزيف رحمي وفي بعض أحيان نزيف رحمي قوي يؤدي إلى فقدان الدم أنيميا بيؤدي أيضا إلى زيادة فرصة التهابات الحوض والتهابات بطانة الرحم وتجويف الرحم زيادة فرصة انتقال العدوى الأمراض التنسلية إلى داخل تجويف الحوض في بعض أحيان بيزيد من نسب اللي هي الحمل الهاجر أو ماسميه الاكتوبة كبرغنانسي الحمل الهاجر هو بيحدث بحالات بدون اللولاب لكن ممكن يحدث وبيزيد من نسب حدوثه في أثناء وجود اللولاب فيه كمان ضرر كبير ممكن يؤدي إلى اختراق لجدار الرحم اللولاب ووصوله إلى الأمعاء أو تجويف البطن وانتقاله لأعضاء أخرى هاي من الأضرار اللي ممكن يسببها اللولاب عادة مدة استخدام اللولاب هي ما بين حسب نوعية الشركات مستخدموهم هو بيجي على شكل حرف T بيجي بيكون قطعة بلاستيكية مغطاة بالنحاس في بعض شركات تعطيه بين ثلاث إلى اتنعشر عام حسب الشركات واستخداماته اللولاب النحاسي يعد من أهم وسائل منع الحمل بحيث أنه نسبة الوقاية من الحمل تصل إلى 99% دواعي عدم استخدامه اللي هو أصلا في وجود أمراض في الدم تؤدي إلى نزيف ممكن يزيد هاي النزيف عند المرأة في بعض أحيان استخدامات سابقة للولاب غير ناجحة ما من حبده في بعض ستات اللي بيكون في عندهم عصبية زائدة ممكن يحدث هو من أعراضه الجانبية كمان أنه شد في الصدر أو في الثدي أو ممكن يسوي أو يعمل هو اضطراب نفسي في بعض الحالات لكن الأغلب بيكون فيه التقبل هو يعتبر من أهم موانع الحمل موجودة وذي وذي شيء من كل شيء